اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير متابعي تقص العرب في الأردن نهر اليوم الأربعاء سادت عموم مناطق المملكة الجواء حارة نسبيا على أن ترتفع درجات الحرارة يوم غد الخميس لتبلغ ذروتها ودرجات الحرارة تكون أعلى من معدلاتها السنوية وأجواء حارة إلى شديد الحرارة في مناطق الغور والبحر الميت ومنطقة العقبة وطبعا هذه الحالة الجوية تؤثر إن شاء الله على المناطق الشرقية والجنوبية لتتشكل حالة معامل استقرار الجوية تحطل على إثرها زخات من الأمطار الرعدية وهبوب للرياح المثيرة لأتربة والغبار كما ذكرت في أماطق الشرقية والجنوبية من المملكة بإذن الله نستعرض الآن صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم والتي توضح خلو سماء المملكة من أي صحب أو غيوم وطبعا أجواء صافية في عموم مناطق المملكة انتقالا إلى خراءة توزيع درجات الحرارة من يوم الاثنين وحتى يوم السبت اليوم كانت الأجواء حارة نسبيا في عموم المناطق ترتفع درجات الحرارة ابتداء من نهار غد الخميس يتبلغ ذروتها في ساعات النهار يوم الجمعة تنكسر حدة هذه الأجواء الحارة مع بقاء الأجواء حارة نسبيا في عموم المناطق إن شاء الله يوم السبت بإذن الله تنخف الدرجات الحرارة بشكل ملموس نهارا لتصبح الأجواء ربيعية معتدلة أما ليلا تصبح الأجواء مائلة للبرودة أما عن درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان لهذه الليلة بتسجل تقريبا 20 درجة مئوية مع أجواء صافية نسبة الرطوبة عالية 82% وسرعة الرياح 8 كم في الساعة دعونا نستعر درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان إن شاء الله لثلاثة أيام القادمين يوم الخميس بتسجل 34 نهارا ليلا 20 يوم من جمعة 29 درجة مئوية وغيو متفرقة ليلا 16 يوم السبت 24 مئوية و13 درجة مئوية إن شاء الله بتسجلها متابعين هذا كان كل ما دينا حتى هذه الساعة شكرا لحسن الاستماع اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة